اشتركوا في القناة 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 ليس هذا بالضبط يعني هي ذكرة نقطة جزئية في موضوع السياحة وهذا يقيم يعني يلزم يقيم وانا اكد اللي كلام وزارة الصحة هو نفسه فيه هامش متع اختيار يعني موش نقوله رأيه هذه اشتركوا في القناة واحد يساوي اثنين رأوا هذاك هو العلم العلم يعطيك احتمال اول ثاني ثالث في مقاومة الكورونا او في اتخاذ اجراء في موضوع معين والتقدير يقع بمراعاة الاعتبارات الاخرى اللي هي تطرحة وزارة السياحة او تطرحة وزارة الداخلية او تطرحة وزارة التجارة او اي وزارة اخر وهذاك عليش فما لاجنة على مستوى الحكومة اللي بترأسها الوزيرة السيدة لبنى الجريبي هي اللي يلتقي فيه الوزارات وممثلية الوزارات باش يناقشوا الجراءة هذه مثلا نجي ونقوله احنا يلزم الطيارات ثلث ثلث الكباسيتي باش نحنوا الحدود جي وزارة النقل اللي تقولك الاعتبار كذا وكذا كذا مش ممكن الثلث يلزم خمسين في المية يزم ستين في المية يزم مية في المية ولهنا يصير نقاش ويوصل نقاشات مرات تحتد شوية فهمني ولكن في النهاية الناس كلها تضرب على مصلحة البلاد مصلحة الدول مصلحة البلاد الان كيفاش تراها بعد الارتفاع المهول لعدد الوفايات ارتفاع جنوني صاروخي ارقام مفزعة ولات وايضا ارقام كبيرة متعادل يصابات وفي الجانب الاخر نشوف الكاس المليان اذا ده ارقام كبيرة متع حالات شيفاء هذا هو والحسابات تقول اللي كيف يمرضوا مياه معناها اكثر من ثمانين في المياه ما يستحقوش لاسبتار ولا حد شي يعاملوا الحجر الذاتي باش ما يعدوش ناس اخرين وباش هما يرتاحوا بدنهم يعني جهاز المناع يتولها فك الفيروس يقوم وعشرين في المياه يمرضوا باعراض ما يستحقوا دواء ومبيولاتوار معناها فدار وكذا وإلا يدخل الستار بشوية اكسيجان وإلا نسبة 2-3-4 في المياه يستحقوا العناية المركزة نسبة الشيفاء بطبيعتها ستكون كبيرة والحمد لله المشكلتنا هما فك العدد اللي يستحقوا الرقاد في السبيتار اللي يستحق الأكسيجان ما نحبوش تتعكر حالته لين يوصل للإنعاش ولا يوصل للإنعاش ما نحبوش تتعكر حالته لين يتوفى يعني انقاس عدد الوفيات هدف رئيسي اللي يمرضوا يبرع ربحناه الحمد لله لكن اللي يمرضوا يتوفى هذه كأخسار أفاتح ومن هنا تجي قدرات القطاع الصحي في الإنعاش من هنا تجي سرعة الاتصال بالمستشفى وجود استقبال جيد وبريزون شارج معناها سريع إلى غير ذلك وضعنا في القطاع الصحي الناس كلها تعرفوا اللي يلزم نستخلصوا الدرس بعد هالجايحة هذه وما ننساوشه اللي هو أصلاح قطاع الصحة أصلاح قطاع الصحة ما يجبش ننساو الموضوع ما قلت ليش قبل ذلك أصلاح قطاع الصحة مع قبل ذلك الأرقام اللي عننا الأرقام اللي عننا هل نحن على القطار في تقديري كان بالإمكان أنه يكون العدد أقل تكون الموجة أقل لأنه ما كانش ثم التزام بالبروتوكولات وما كانش ثم قوة من الدولة لمرقبة الالتزام بالبروتوكولات صار نوع من الارتخاء في الالتزام بالبروتوكولات ووقت اللي تم الالتزام بالبروتوكولات ومثلاً نسبة ارتدال كما ما ارتفعت وفاقت الاربعين نشو الآن بدأت تهدى بدأت الارقام تهدى وان شاء الله بعد الهدوء هدايا تبدأ في النزول ونتجاوز هذه الموجة الثانية فلذلك الارقام هذي كان بالامكان تكون اقل نمشي معك الى مسؤولية اخرى تتحملها انتسي عبدالتيف المكي باعتبار ان كنت وزيد صاحة في الفترة هذيك لقاح منتع النزلة الموسمية منتعلي قريب لانها مفروض عندنا مليون تقريبا تونسي عندهم الاولوية بشي يخذوا اللقاح نجيبه ميتين الف ولا ميتين وخمسين الف ولا ثلاثمائة الف يوفاء الدفعة الاولى في ساعات والدفعة الثانية في سيعات لانها مسؤولية يقولوا وينو عبدالتيف المكي انا ذاك لا في البرمجة الواحد كان في الفترة الوزارية الى بعدي وكان منتظر باش رقم التلقيح الموسمية كون اكثر بكثير هلا ان الوزارة الصحة ساعات ومالقاش في المرشي وقتا نقوله الغالب وإلا كان التقدير منذ البداية هكيكا يجاوبوا عليه المسؤولين اللي بعدي التقدير قالك خلينا كما طلبنا عامناه التقريبا ما زدناش كان بعض الاشي الاصل ما يلزمش يكون كما طلبنا عامناه لانو اذا كان تقول انت الكوفيد اه ديزنوف اه اضراره كبيرة ياسر على مرضى السكر يجب انك تقول يتلقح مرضى السكر يقول على جماعة اللي عندهم امراض مزمنة تلقح من اصدهم والناس هذو ما في تونس عددهم يدور في الجوز ملايين يدور في الجوز ملايين يعني اذا تحسب المسنين الكبار شوية في العمر اللي يلزمهم يتلقحوا اللي عندهم ضيق الفس اللي عندهم لازم اللي عندهم انسوفيزونس رسبيرتوارسة وكان باللازم واللازم العدد كان يجب ان يتضعف يعني البرومير فليكس هو مضعفة العدد لكن ماذا حدثها لانو مرات تلقى تفصيل يعني يقنعك ويجاوبك هذاك عليش يزم سؤال المسؤولين المباشرين الان والمستقبل بش ندخلو على البارد ما برددش بارشة بداية تواب تبرد ولا ربما نسق يكون تساعدي نحو انا تبرد اكثر والنزلة الموسمية تظهر ولا ربما يكون انترافة برابل للكوفيد ديزنوف معناه هل ماشي نحو نسق تساعدي في الاصابات حسب قراتك العلمية وحسب ايضا القراتك السياسية كنت وزير صحة وتبعت هذا الموضوع ودجاي حلولة نية كنت على الميدان وشفتها شنو القراءة متاع عبدالتي في المكي في خصوص هل ثلاثة شهر القادمين ان شانا اولا انا مقول يلزم تهديئة لو جوا في البلاد كيفاش شمدخل لاش ندخل يعني يلزم تكون كوفيد في الاجواء في البلاد لا الكوفيد اذا تحب ننجحه في احتوال موجه اذا كان مازال فيها اندوزيان بيك مش تولي لنا بوغرنين زعمة تولي بوغرنين حسب قراتك فالبرد هذا اللي يجي ما ثم حد شي مستبعد مش مستبعد ما ثم حد شي مستبعد اذا نحبه يلزم نخليه وننقضه الارواح ولا يمرض يمرض زادة في ظروف انسانية يمرض ويبرى يعني في ظروف انسانية يلزم يكون السلطات العمومية عندها اكثر ما يمكن من التركيز على هذا الشيء يعني انتي باش تنجم تفرض التزام البروتوكولية تنجم توفر الخدمة الصحية للناس بالمستشفيات الميدانية يلزم الدولة تكون قادرة على الدخول الى الريف على التدخل في الريف في المدن الكبرى الصغرى على تجنيد الطاقات في بحث في موارد جديدة بحث سياغ متع تشبيك مع المنظمات لإيجاد عمل تطوعي او تعاقدي مؤقتي لغير ذلك هذا ما نتصورش نجم يكون في مناخات يعني مضطربة سياسي مضطربة سياسي واجتماعي مين نجمش يكون ونعرف قدرات البلاد محدودة والحكومة حكومة تكنوكرات يعني مستقلين من نجمش هذا نقول فيه الكلام هذا يعني من باب المصلحة الوطنية العليا شامتني فيلزم تهدأ المناخات ونمشو في فتح المستشفيات الميدانية قل قايلو اذا ما تجيش موجه ميسلش نخسر على مستشفيات ميدانية اللي هي تكلفتها مش كبيرة ياسر 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 ونعمل شبكات المراقبة متاع البروتوكولات مهم جدا اللي يحس المواطن اللي الدولة تعمل فيه أقصى ما تستطيع واللي هو يتمثل فيه أنه كيف يهز مريضه للإستعجالي يلقى القبول باش يتعمله التحرير وباش يرقل إذا كان يلزم رقات هذي فيه صعوبات كبيرة اللي ترىت صحية مش من نجمة توفره الآن لأنه فيه ما عملتش أنت يزاد هيدا كيف كنت وزير صحة دكتور عبدالتي في الماك قراءة الشرافية لهذه الوضعية ومثلا شفت قانون ولا شفت كيف إيش تعمل لتسخير القطاع الخاص المساحات الخاص والهنا لدينا مشكلة كبيرة يعني فيه التونسي فيه علاقته بهذه المساحات لا هو شوف استشرفنا وبدأ نجاز المستشفى الميدانية ولكن المسار هذا توقف يعني أنجزنا مستشفى المنزة وأصبح قابل لاستقبال المرضى وبحثنا حتى السيغة القانونية متاعه لأنه فيها مسؤولية أنت بيشترق دمواطن غادي في المنزة يجب أن يأخذ الصبغة الصحية وأبحثنا هل ننشئه كمستشفى مستقل أو نلحقه بأحدى المستشفيات كما عبد الرحمن مامي والفريق اللي مكلف بينشاء المستشفيات الميدانية هبط للقيروان وهبط للتطوين وبدأ في الإعداد لإنجاز زوز المستشفيات كنا نبرمجين ستة أو سبع مستشفيات لكن المسار هذا توقف بعدين الآن الحكومة تقول أنه بيش تستنفو يلزم السرعة والسرعة القصوى فما تخوف داخلي عندك من الفترة القادمة يجب تكون مستعد يعني أحنا مستشفى المنزة أنجزناه وقت اللي كانت الأرقام تقنا كلها أسفار الناس يقول وشنو هذين يلزموا استعداد أن نستعد للسيناريو الأسوأ ولا يحدث خير من أن لا نستعد ويحدث واضح المستشفيات أو القطاع الخاص بيتمسش بالنسبة للقانون بالنسبة للقانون أعرضت العديد من المرسيم على الحكومة باش تصدر كقوانين مش في التسخير لأنه تسخير موجود القانون متاعه موجود لكن الحكومة عندما ناقشت ثم صعوبة في أنه هذا يعطيك نتيجة فهمتني لأنه ينجم من صاحب المساحة أو المصنع كنت جي تسخر مصنع متاع بفات ولا كذا ما يجبروش لأنه يخدم الكردام يقولوك هانو المصنع قدام كنت عبدا تسخر وهانو المصنع قدام ما كنت أخدم أخوذي أخدم أنت يا سيد نقطة ثابتة يحكي على المومون فورس أن المومون قادر يضعف لك القوة بشكل كبير أعطيني 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 جودة بلاس مانا الجلوب الكورة العرضية حبينا داخل المرسوم يكون ثم نقطة ارتكاز لبداية تغيير المشهد في القطاع صح ولكن لم يتم الاستجابة بعد حد نمشي معاك الحاجة أخرى تحدثت عليها تحدثت على الوضع العام في البلاد وتأثيره على محاربتنا لكوفيد شنو قراتك للوضع العام الحالي في البلاد الحقيقة سياسيا واجتماعيا لأنه فما تحركت اجتماعية والناس عندها الحق فيها موضامة تعبة العباد لكن ما عنداش حق فيه تسكير الفانا ما عنداش حق فيه ايقاف الانتاج فيه ايقاف الكيس وهذا اللي يلزم تطوى نفهموه نمارسوه نطبقوه يعني ايقاف الفصفات وايقاف البترول هو احدى اسباب تفسير تدور المالية العمومية الان انت كان عندك مصدر متاع عملة صعبة اسم الفصفات من اكبر مصادر العملة الصعبة في تونس يتوقف لسنوات او يتعثر وكذلك البترول ونقولها بكل ودير او ما يعنيش انه كيف نحب بعضنا معنا نجامل بعضنا لا انصر اخاك يجب ان تتكلم عليه واذا كان عمل خطأ يجب ان تتكلم عليه اليوم ايقاف مصادر الانتاج واضربات وحشية القانون وقت يقول ثم اضراب ثم اجل يجب ان تعلم عليه ثم وثم وثم اضربات اليوم تتقرر غدوة معناها تتنفذ هذا لا يساعد على حل الامور فانتقلنا الان من فقر المواطن الى فقر الدولة الدولة في التونسية كانت انتمية لتبقى المتوسطة يعني لا يغنية ولا يفقر لكن الان الدولة بدأت تفقر معناها متنجل متحرك مئة مليار مثلا في حاجة استثنائية كان بسيف ولا تناس تحكي على طبعا الفلوس ايوين وين ماشيين موقفة تأمر ومسؤولية السبب بشكون فيها دايما همش لحزاب السياسية حتى الان في التحالقات الاجتماعية انتم مثلا كحزب النعضة وغيركم اللحزاب انت حاضر بحدايا اذاك عليش نقول حزب النعضة لا هين في مشاكل كم الداخلية ولا هين في كريسي عركة متاع كريسي ومهيش عركة متاع نمشي على الميدان ونحكي مع المحتاجين اللي عندهم الحق رأوا لكن ما عندهم مش حقي ما قلنا في تسكين الفانا ولا في قاف الانتش وين الاحزاب السياسية ككل ناخذ كنتي مثال سعبدالتيف كقياد في حركة النعضة شوف احنا من اخلاقيات هذا الاختلاف داخل حركة النعضة ان لا ينعكس على الدولة وكتشوف الكتلة متاعنا تخدم يعني الانترافز بيننا وبين الدولة الكتلة متاعنا قاعدة تخدم بشكل مستمر مجلس الشهرة درس الميزانية واعطاها رأيه للكتلة باش اتمارسوا فاحد اخلاقياتنا في هذا الخلاف الداخلي ان لا ينعكس على اداء الدولة المشكلة هل انعكس ولا لم ينعكس ماذا يحدث وماذا حدث في الاشتراع الاخير لمجلس شورة حركة النهضة وكنت انت واحد من المنسح بين الاجابة هذا يبقى معنا ناخذها بعد ما نخرج ونغم ونرجع لكم مع ضيفكم الدكتور عبدالتيف المكي